بسم الله الرحمن الرحيم ارهن وسهلا بكم في مدونة العتالة للمعلومات ان شاء الله نهاردة هنستعرض مع بعض برنامج كده خفيف جدا وظيفة البرنامج دوت ان هو بعرض لك امكانيات جهازك الكمبيوتر بيعرفك على الحاجات اللي متركبة عندك في الكمبيوتر من هاردوير زي رامات او كارت شاشة او صوت او بروسيسور بيدي لك بعض البيانات او معلومات المهمة اللي انت ممكن تحتاجها عشان تعرف امكانيات جهازك لو حابب تحمل لعبة لو حابب تشغل برنامج اللعبة دي محتاجة امكانيات معينة البرنامج ده محتاجة امكانيات معينة اه حابب تباع جهازك حابب تحط له سعر على حسب الامكانيات اللي جواه فالبرنامج ده بيدي لك اه كل حاجة تفصيلية عن الجهاز بتاعك تمام طيب مبدئيا رابط البرنامج هيكون موجود اسفل فيديو داخل المدونة عشان تحمل البرنامج طبعا البرنامج بمساحة اربعة ميجا بس زي ما احنا شايفين هتيجي دابل كليك على ايكون تثبيت البرنامج وبعدين تقول له يس وبعدين هتقول له نكس وبعدين نكس وبعدين نكس وبعدين انستقل زي ما احنا شايفين البرنامج خلاص اه تسطب معي حاجة هنا دوس على كلمة finish وبعدين نقول له يس هيفتح معي مباشرة هنا نقول له run هابدئ يجمع باعد المعلومات اللي موجودة على الجهاز بتاعك او بعض معلومات عن قطع زي ما اعنا شايفين فتح معي هنا هايبي ديني بعض المعلومات عن البرواسيسر بتاعي وعن الارت ديسك بتاعي موجود تحت او Magus اا طيب بحتاج اعرف معلومات اكتر بقى في المربع الكبير ده وباجي هنا على المربع ده اهم واحد عندي فوق عندي هنا زي ما احنا شايفين كل حاجة عن الجهاز بتاعي عندي هناahan لوجينا فتحنا دي هيدي لك معلومات عن بروسيسر بتاعك هنا الماثبورد بيدي لك معلومات عن الماثبورد بتاعتك. اسمها وموديلاها والكلام ده كله. هنا الميموري اللي هي الرامات. لو جينا وقفنا عن الرامات سيقولك ان الرامات هي اربعة جيجا زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام? ااااااااااااا لو نزلنا تحت شوعة لها الفيديو اللي هو الكارت الشاشة الانتل او الموبيل انتل دوت. تمام? المونيتور برضو دي حاجة خاصة جهاز بتاعك هنا تقريبا المعلومات عن الهارد ديسك تقريبا ايوه تمام زي ما احنا شايفين مع بعض اا عندي تحت هنا الاوديو كارت الصوت لو جينا فتحنا هنا علامة الزائد دي ودوسنا على التحتية عادي دي لك كارت الصوت معلومات عنه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اا عندي النيتورك كارت الشبكة الوارلس والبروتكم اللي هو كابل الدي اس ال بيدي لك بعض البيانات او كل تقريبا البيانات المهمة عن الجهاز اا بتاعك تمام عندنا في البرنامج حاجة اسمها اللي موجودة فوق دي لو ضغطنا عليها ده بيخليك تعمل تحديث لقطع او تعريفات جهازك ولكن عن طريق برنامج تاني احنا لو جئنا دخلنا عليها دلوقتي حيحولني على موقع الموقع ده في برنامج هنحمله ويبدأ يعمل لنا تحديث طبعا البرنامج ده اللي قدرت عمل لكم مش عارح ليه هعمل لكم ولكن هو مش يعني البرنامج دي نفسه مش قدر عمل لك لازم تحمل الملحق اللي معي او البرنامج اللي معي عشان تعمل قطع او تعريفات الجهاز بتاعك تمام ده كده باختصار شرح برنامج برنامج سهل جدا مفيش في اي حاجة ولكن اخد بالك ان البرنامج ملوش ايكونا على ديسك توب طيب هاجيبي الايكونا منين بروح على قائمة ستارت انا هنا ويندوز تمانية بابدأ ادور على البرنامج بلاقي اهو كليك مين وبقول له اوبن اه فايل لوكيشن وبعدين بيجي هنا بعمل له وحطه عندي على تمام طبعا انت لو اندوز سيبن هتفتح قائمة ستارت حكلها باسم البرنامج هتدخل عالفولدر حكلها ايكونات البرنامج وتعمل تمام لو جينا فتحنا تاني بفتح معايا وبعدين بندوس على تاني وبفتح معايا عادي جدا كل مرة بيبدأ يعمل فحص لان انت ممكن تكون مسلا غيرت 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 فلازم يقرأ القطع لما تركبها في الجهاز عندك كل مرة بتحاول تفتح البرنامج فيه تمام طبعا لو قفنا فوق اسم الجهاز بتاعك بيدي لك هنا موديل الجهاز بيدي لك نوع الويندوز اللي موجود عليه بيدي لك آآ اليوزر بيدي لك كل حاجة عن الجهاز بتاعك تمام يا رب يكون برنامج النهاردة عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا جهة للجروب بتاعنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته